السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم اسلام الباتش النهاردة ان شاء الله معنا شرح جديد هنتكلم النهاردة عن الباتش الجديد اللي نزل لعبة فيفا الفين وتسعتاشر الباتش اسمه ايج الباتش فيتو هتلاقوا لينك اللينكات اللي هنستخدمها كلها موجودة في صندوق الديسكريبشن او في الوصف. الباتش ده من صناع موقع فيفا ايجي هتلاقوا برضو اللينك بتاع الموقع بتاهم في صندوق الوصف. طبعا كل اللينكات كلها بالحقوق بتاعتها محفوظة موقع فيفا ايجي. تعالوا بقى علشان ما نطولش في الفيديو تعالوا نتكلم بشكل سريع كده عن المميزات بتاعت الباتش ده وايه اللي ضفوه اه في الباتش. طبعا حجم الباتش الاول تقريبا يعني ما يكملش خمسمائة اه ميجا. حجم الباتش عامل ربعمائة وعشرين اه ميجا تقريبا. اه هتلاقوا لينكات طبعا كلها في الديسكريبشن. طيب. تعالوا بقى نشوف المميزات بتاعت الباتش اللي ضفوها اه معنا. اول حاجة ضفوها في الباتش اللي هو ملف انتقالات شامل. بيشمل كل الانتقالات الاوروبية اللي هي بالطاقات اللي هي الرسمية بتاعتها. وشامل برضو التشكيلات اللي هي بتاعت الفرق. واضافوا اللي هو تغيير كامل في الشكل اللي هي بتاع الخلفيات والقوائم وتحويلها للشكل بتاع لعبة فيفا عشرين. زي ما هتشوف برضه اول ما نفتح اللي هي بقى معنا. اضافوا كتير من اه الوجوه بتاعت اللعبة منها وغيرهم ناس تانية كتير. وضافوا اه سكوربورد القناة بتاعت بي انس بورت وقناة بي اوت كيو. واضافوا اكبر اه القوار للموسم الجديد سواء كان اه دور ابتال اوروبا او الدور الاوروبي او الدور الانجليزي الايطالي الاسباني. قوار تانية كتير ضفوها هتلاقوا قوار كتير جدا موجودة في اللعبة اول ما هتخش. وعملوا بقى تعدلات في اللي هي تصعيد الفرق من الدرجة التانية اللي الاولى والعكس سواء الدورية الاوروبية الموسم اللي هو بتاع الفين وتسعتاشر اه اه او الفين وعشرين. وضافوا باك كامل للوتقم بتاعت الفرق اه الموسم الجديد سواء بقى اللوتقم الاساسية او الاحتياطية او حتى الطاقم التالت بتاع الفرق. وضافوا لك كمان مع اللي هو اللوتقم ديها تضافوا ميني اه ميني كيت. اللي هي اللوتقم المصغرة اللي بتبقى موجودة على اللي بتبقى موجودة في الخطة اللي هي اه بتاعة اللاعبة وبعد كده اه يعني اللي ضافوه ده بنسبة سبعين في المية من الفرق اللي موجودة. وضافو كمان بنارات وتشجعات لكل الفرق الموجودة في اللعبة وحتى كمان المنتخبات. وضافوا باك على الشعرات بتاعتها. وكمان اه ضافوا التحديس اللي هو بتاع كاس العلم للسهدات بالشعرات آآ بتاعتها واضافة اللوتقن برضو لبعض الفرق. واضافوا سكوبورد اللي هو الدوري الاطار اللي هو الحقيقي. وتغيير الشعار بتاع الدوري الاطاري للشعار اللي هو بتاع الموسم الجديد. وضافوا باك آآ كبير بيحتوي على اكتر من تلتمائة صورة اللي هي للوجوه بتاعت اللعيبة بتاعتها. واضافوا التحديث بتاع البطولات اللي هي لسه هتيجة زي كاس العلم آآ الفين اتنين وعشرين. او اليورو عشرين عشرين. وآآ عملوا برضو تحديث لبعض الفرق زي البوكا جونيور وضافوا فريق اللي هو قديدس بالفريق ده بيشمل عيبة العلم. وآآ ضافوا باك آآ احزايا برضو كبير للموسم الجديد. هتلاقي احزايا كتير جدا موجودة قدام كم. وآآ برضو ضافوا اللي هي اطقم آآ الحكام للموسم الجديد. دي كانت اهم الحاجات اللي دفوها في آآ البدش بتاعنا. طيب تعالوا بقى اه تكلم على ملحوظة بس صغيرة قبل ما نبدأ في الشرح بتاعنا. البدش ده شغال على اللعبة المقرقة اللي هي الابديت الرابع بس. لازم تبقى مسطب عندك الابديت الرابع علشان البدش يشتغل عندك من غير مشاكل. هتلاقي برضو لينك الابديت الرابع موجود في الدسكريبشن. ولو قبلك مشاكل في تفعيل البدش هتحمل ملف الفيكس اللي موجود في الوصف. وهتنقله في مكانين. المكان الاول بتراح بتاخد المكان الاول هتاخد الملف اللي عندك. اللي هو ملف الفيكس هتنقله بتفتح فولدر بتش وتنقله هنا. وكمان هتفتح فولدر داتا وتنقله هنا. هتنقله في المكان ده وفي المكان ده. عشان اللعبة تشتغل او البدش ده اه الحركة دي تعملها لو البدش عندك في مشاكل. خلاص تقوم معامل الخطوة دي. انما لو اه لو اه البدش معك شغال من غلائق مشاكل خلاص سبك من الخطوة دي ما تعملهاش. وبرضه عشان لو فضل البدش اه لو فضل البدش في مشاكل معك بعد ما تنقل خطوة اللي هي نقل الملف للفولدرين. هتمسح الفولدر في فولدر موجود في فولدر اللعبة اسمه مود داتا. هتمسحه وبعد كده تسطى بالاداة اللي هي بتاعت فروستي من تاني. الاداة اللي هي بنفعل بها الاضافات. هتلاقوا برضو اللينك بتاعها موجود في الدسكريبشن. ولو قابلك مشكلة ان الاعلانات مستظهرة على بتاعت اللعبة تغيروا اللغة بتاعت اللعبة الانجليزي. وبرضو لازم تعرف ان الاداة شغالة على وندوز عشرة بس. الاداة اللي هي بتاعت تفعيل الاضافات شغالة على وندوز عشرة بس. تعالوا بقى نشوف طريق التسطيب البدش. ونفتح اللعبة تجرب البدش من جوه. رجعت لكم تاني يا شباب عندنا بقى دلوقتي عندك اه هنا ملف الدخطة دا دا اللي هو ايجي البدش دا الملف اللي هو بتاع البدش من فريق فيفا ايجي. وعندك هنا الملف التاني دا اللي هو ملف الاداة اللي هي بتاع التفعيل الادافات. اول ما بتستخرج الفولدر بتاع البدش بيجي لك هنا بالشكل ده. هاستخرج تاني هاوة هادا قدامكم. UT chatting, استخرج. بيبدأي لنه بها bark with you's squad والملف بتاع ملف ده هتقوم واخده او زي ما انت عاوز. وهتروح من هنا على اللعبة وهتروح على وهتحط الملف هنا اللي هو هنا زي بالشكل اه بالشكل ده. طبعا انا عامل الاضافات وعمل ومشغاله من غير اي مشاكل. بس هوريك الخطوات ازي تقدر تعملها ونجرب من جوه. هتاخد ملف زي ما قلت لك هتنقله هنا في بالشكل ده. خلاص. وبتروح تاني بقى على او الملف اللي هو بتاع هتاخده برضو كوبي او زي ما انت عاوز. والتروح على اللي موجود في اه تلاقي موجودowana اللي هو في فن Nine ويهتروح على كلمة هتمسح ملف اللي موجود جواه وهتنقل الملف اللي هو بتاع الباتش هتحطه هنا. ملف ده خاص بالباتش اللي هو خاصة بالانتقلات والتشكيلات بتاعت اللعبة. ما تحطش ملف انتقلات تانية علشان آآ ما يبقاش متوافق آآ او متوافق آآ مع الباتش. بعد ما بتستخرج بقى الاتنين دولار. بيبقى عندك اللي هو الملفات اللي هي بتاعت الباتش بقى نفسها. هتعمل في ايه? هتروح بقى هتختار من عندك اللي هي الاداة اللي هي بتاعت تفعيل الاضافات اللي هي دي هتستخرجها برضو زي ما هي كده هتفتحها وهيجي لك الاداة بتاع تفعيل الاضافات بالشكل ده. هتروح تفتحها كمسؤول. اول ما تصلت بالاداة ايه بيصال لك لاول مربع كده موجود فيه كلمة بتضغط على كلمة بتختار ايكون التشغيل اللعبة. بعدها اي بعد ما بتختار الايكونة بتاع التشغيل. بيجي لك تاني كلمة بتضغط عليها. اول ما بتضغط عليها بيطلب منك ان انت تجيب مفتاح التفعيل. هسيب لك اللينك بتاع مفاتيح التفعيل موجود في الديسكريبشن. هتخش على الموقع. هتنسخ الكود بتاع او مفتاح التفعيل ويتنقله في المربع بتاع الاداة. وبعد كده بتضغط او بيبدأ الاداة تشتغل معك من غير اي مشاكل. بعد ما بتفتح بقى الاداة زي ما انت بتشاف بتجي لك هنا بقى بالشكل ده. بعد ما بتفعلها وبتزبط كل حاجة. بتروح اول حاجة من هنا على كلمة اول ما بتضغط عليها بيجي لك هنا بقى ملفات الباتش هنا بالشكل ده. طيب. هتقوم محددهم كده كلهم بعد كده بتعمل خلاص. بيبدأوا يجي لك هنا بالشكل ده. لو لقيت على المتعجب عادي ما فيش فيها اي مشكل. بيظلك هنا بالشكل ده. رتبهم بنفس الترتيب اللي تظهر قدامك كده. بتنقل اول حاجة اللي هو ملف البوت. اللي هو زي ما انت تشاف كده. طبعا انت بتضيفه وتضغط على الاداء اللي انت عاوز تضيفها وبتعمل بتبدأ تتنقل هنا او تتفعل. اول حاجة بتعمل اللي هو ملف بتاع البوت. بعد كده ملف الفاس. بعد كده اللي هو الاحيج الباتش ب Pret Three. بعد كده برت تو بعد كده برت One. وبعد كده بتعمل Apple Mode. خلاص? بعد كده بقى بعد ما بتفعل الاضافات ده كلها بتعمل لانش بتبدأ تفتح اللعبة معك بقى من غير اي مشاكل. تعالوا بقى نفتح اللعبة من جوة ونقرب البتش نشوف شغال معنا من غير اي مشاكل ولا في حاجة تعالوا بقى نقرب. زي ما انت شايف كل مرة لازم تفتح اللعبة لازم تقوم فتحها هنا من كلمة انت طبعا كل ما تفتح الاداة كل مرة هتلاقيهم آآ مزبوطين زي ما انت عملتهم. تعالوا بقى نقرب دلوقتي هنضغط على كلمة تبدأ آآ طبعا آآ اول مرة بتفعل فيها الاضافات بيبقى آآ كلمة اللي كانت آآ جايلنا دي او التحميلة اللي كانت جات لنا دي بتطول معك شوية على ما بيبدأ يفعل الاضافات على اللعبة بتاعتك. طيب قد دلوقتي اللعبة فتحت معنا ايه? طبعا زي ما انت شايفي الشكل بتاع آآ القائمة بتاعت الدخول تغيرت غيرت هنا الكلمة فيفا عشرين. والشكل من جوة كله تغير هخش مسلا على آآ اللغة. وهنا برضو الصورة بتاعت البداية تغيرت لهازرد وكتبت هنا فيفا عشرين. بعد كده بتضغط انتر. بصوا بقى ما ركز معي. اول حاجة بتعملها بعد ما انت بتفتح اللعبة معاك اول مرة بعد تفعيل الباتش. ان انت تفعل ملف اللي سكواد اللي هو بتاع اللي انت ضفته مع الباتش. بتروح من هنا على كلمة تخصيص او كوستمايز. بتروح على ملف التعريف او بروفايل. بعد كده بتروح على اللي هي تحميل الفرق. بعد ما بتضغط عليها بيجدد يتلاقي زهلك هنا اللي هو الاسم بتاع الباتش. ده الملف اللي هو اللي انت نقلته في ماي دوكومنتس اللي هو بتاع ملف الانتقالات. بتضغط عليه. بعد ما بتضغط عليها بترجع تاني. بتقوم راح على حفظ الفرق. وبتختار نفس الاسم اللي هو ده وبتضغط انتر. كده بيبدأ ملف الانتقالات او الابشن فال يتفعل معاك من غير اي مشاكل. تعالوا بقى نخش على التشكلات مسلا بتاع الفرق ونشوف. تعالوا نشوف بقى الخطة بتاعتنا. طبعا زي ما انت شايف في الميني كيت اه هنا او اللطق منليها المصغرة بتاعت الخطة زي ما انت شايف شغالها معنا هيهت من غير اي مشاكل. تعالوا نشوف الانتقالات بقى شغالة مع nossas اي فرق او لا. عندنا هنا تحت عندك اه هنا وعندك وعندك ارطور وعندك اه دي يونجي هنا هوت. دي الانتقالات اللي هي بتاقيبا ابرز انتقالات اللي هي بتاعت اه برشلونا الاخيرة. تعال ينشوف فريق تاني. تعال نشوف مسلا الريال. هنفتح برضو الخطة بتاعتها عندك هنا زال ما انتشاف Hafazard اتنقل معنا. وعندك هنا иYuv Nach طبعا هتلاقى كل اللي التقل civil حاجته معك. طيب piqons pull. طيب تعالوا بقى نفتح نشوف اللوتقم بتاعة اللعيبة. اختار مسلا من هنا برشلونا. اروح هنا مسلا اختار اختار leverbull مثلا. زي ما انتشاف برضو shutoff text�� copyNATMP من هنا تعدلت عيات من غير اي مشاكل. التلات 400 اشهد له logicaNPG معنا. وهنا برضو lever�� شغلين من غير اي مشاكل. اهو. طبعا هتلاقي فرق كتير طبعا اتعدل للوتقوم بتاعتها تعالوا مثلا نشوف مثلا هو الباك بتاع الاحذية للضهف هروح مثلا هاخش على الكمال الياه بتاعت الاحذية زي ما انت شايف عندك طبعا باك كبير جدا احذية كتير جدا موجودة قدامك تختار بقى اللي انت عايزه هارجع تاني تعالوا بقى نشوف اللي هي الملاعب او نشوف الباك الكور اللي ضفوه او دخلت دلوقتي على الايدادات عندك هنا طبعا ملاعب الكمبنول اسم بتاعته اتعدل زي ما انت شايف وعندك برضو ملاعب تاني عندك هنا كاردف سيتي ماشي مفيش مشكلة تعالوا بقى نشوف اللي هي القوار دي باك القوار او زي ما انت شايف ضفو القوار اللي هي الجديدة كلها اضافوها معاك ايها اختار اي قرى مثلا تعالوا بقى نخش الماتش بتاعنا نشوف شغال ولا فيه اي مشاكل من جوه ودلوقتي زي ما انت شايف الماتش اشتغل معانا هوات ضفو الحاجات طبعا اللي هي اللي موجودة على ارضية الملعب ديت زي ما انت شايف برضو اللوتقم هنا اتعدلت وده طقم الريال الجديد واللوتقم بتاع برشلونة هي ات متعدلة زي ما انت شايف الماتش شغال معانا مفيش اي مشاكل في الباتش عايزك تركز بس في الشرح ده يعني خطوة بخطوة علشان تسطب الباتش ما يظهرش معاك اي مشاكل وزي ما قلتلك لو حصل معاك اي مشاكل في تفعيل الباتش بتحمل الملف اللي هو بتاع الفيكس بتاع الباتش وتبدأ تسطبه زي ما قلتلك طبعا زي ما انت شايف هنا السكور بورد اللي هو بتاع اللي هو بيقنسبورت او في القناة التانية اللي هي بيقاوت كيوب بتغير من ماتش للتاني وفي برضو اللي سكور بورد ده بتغير على حسب الماتشات في النهاية طبعا صحاب الباتش كانوا قالوا ان هو في التحديث الجاي ان شاء الله هيقدروا ان هما يدفوا النايد الاهلي طبعا ما ادروش ان هما يدفوا دلوقتي علشان الفترة بتاعت الانتقالات مستنين ان هي تخلص علشان يزبطوا الابشن بتاع الناد الاهلي ويبعد كده يدفقوا في التحديث اللي هو الجاي في نهاية الفيديو بوجه شكرا خاصة لصناع الباتش من الموقع فيفا ايجي وكل اللسان في صناعة الباتش الباتش بصراحة انا جربته جميل جدا يعني يعتبر احسن باتش نزل اللي لعبت فيفا 2019 زي ما قلت لك هتلاقي كل اللينكات موجودة في الديسكريبشن في مجموعة فيديوهات اه فلاصفة تفرج عليه ممكن تفيدك ما تنساش الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته